مرحبا بكم في قناتي قناة التحدي الصحي في هذا الفيديو سنتحدث عن عشر وصفات طبية لتخسيس الجسم في هذا الجزء من الفيديو سنتحدث عن فوائد هذه الوصفات الطبية للتخسيس تساعد على تقليل الشهية تساعد على خرق الدهون تساعد على تحسين عملية الأيب تساعد على تحسين عملية الهضم في هذا الجزء من الفيديو سنقدم لكم مكونات وطريقة تحضير كل وصفة من هذه الوصفات الوصفة لولا وصفة خل التفاح المكونات ملعقتان كبيرتان من خل التفاح كوب من الماء طريقة التحضير اخلطي خل التفاح مع الماء جيدا اشرب المزيج قبل كل وجبة بنصف ساعة الوصفة الثانية وصفة الشاي الأخضر المكونات ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر كوب من الماء المغلي طريقة التحضير اضيف الشاي الأخضر إلى الماء المغلي اترك المزيج لمدة خمس دقائق اشرب الشاي بعد تصفيته الوصفة الثالثة وصفة عصير الليمون المكونات ليمونة كوب من الماء طريقة التحضير اضيف عصير الليمون إلى الماء اشرب العصير قبل كل وجبة بنصف ساعة الوصفة الرابعة وصفة الماء الدافئ بالليمون المكونات ليمونة كوب من الماء الدافئ طريقة التحضير اضيف عصير الليمون إلى الماء الدافئ اشرب الماء بعد تصفيته الوصفة الخامسة وصفة الزنجبيل والعسل المكونات ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور ملعقة صغيرة من العسل كوب من الماء المغلي طريقة التحضير اضيف الزنجبيل المبشور إلى الماء المغلي اترك المزيج لمدة خمس دقائق صفي المزيج واضيف العسل اشرب المشروب بعد كل وجبة بنصف ساعة الوصفة السادسة وصفة القرفة والعسل المكونات ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ملعقة صغيرة من العسل كوب من الماء المغلي طريقة التحضير اضيف القرفة المطحونة إلى الماء المغلي اترك المزيج لمدة خمس دقائق صفي المزيج واضيف العسل اشرب المشروب بعد كل وجبة بنصف ساعة الوصفة السابعة وصفة الكمون والنعناع المكونات ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ملعقة صغيرة من النعناع المجفف كوب من الماء المغلي طريقة التحضير اضيف الكمون المطحون والنعناع المجفف إلى الماء المغلي اترك المزيج لمدة خمس دقائق صفي المزيج واضيف العسل اشرب المشروب قبل النوم الوصفة التاسعة وصفة البرتقال والليمون والنعناع المكونات حبة برتقالة ليمونة حفنة من النعناع الطازل كوب من الماء طريقة التحضير اغسل البرتقالة والليمونة جيدا قطع البرتقالة والليمونة إلى شرائح اضيف شرائح البرتقال والليمون والنعناع إلى الماء اترك المزيج في الثلاجة لمدة ليلة كاملة اشرب المشروب في الصباح على الريب الوصفة العاشرة وصفة الشوفان المكونات كوب من الشوفان كوب من الماء أو الحليب ملعقة صغيرة من العسل أو الفواكه المجففة أو المكسرات طريقة التحضير اغسل الشوفان جيدا اضيف الشوفان إلى الماء أو الحليب اترك المزيج على نار هادئة لمدة عشر دقائق اضيف العسل أو الفواكه المجففة أو المكسرات حسب الرغبة في هذا الجزء من الفيديو سنقدم لكم بعض النصائح العامة للتخسيس اتبع نظاما غذائيا صحيا ومتوازنا قلل من تناول السعرات الحرارية مارسوا الرياضة بانتظام اشرب الكثير من الماء في الختام نرجو ان يكون هذا الفيديو قد نال اعجابكم اذا كنتم تبحثون عن طرق طبيعية للتخسيس فلا تتردد في تجربة هذه الوصفات ترجمة نانسي قنقر